بالنسبة للطراف فارطة حجل التباع حقيقة الغالبية العظمى من الطرابات النفسية هي تميل الإزمان أنها مزمنة ففي الأساس هو مزمن هل ممكن الإعراض تتحسن؟ نعم تتحسن والغالب يكون لما يكون الطفل بدأ التدخل بشكل مبكر اكتسب مهارات كثيرة مع الدواء طبعا تشخيص من الصغر وتسب مهارات احتمالية وجود الأعراض تكون أقل على المدى البعيد لكن لا يعني إذا كان الإعراض تحسنت بشكل كبير أن التشخيص ما يكون موجود دراسة تقول أن نسبة كبيرة منهم تستمر عندهم على الأقل أعراض تشت الانتباه وممكن بعضهم أعراض الاندفاعية قد تكون فرط الحركة يخف نسبيا يعني من حالة إلى حالة لكن بشكل عام يميل الاضطراب إلى الإزمان أن يكون طول العمر موجود